ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبيك اللهم لبيك عجبا لقلوبنا ما هذا الحنين العارم الذي يشدنا نحو ذلك البيت وأي شيء ركب فينا ليقلقنا المقام فلا نهدأ حتى تكتحل عيوننا برؤية بيت الله العتيق فإذا أبصرناه خالط قلوبنا برد اليقين وحلاوة اللقاء نفح من الكعبة الغراء يغرينا على اللقاء فما أحلى تلاقينا يحدو بنا قدما وسط الزحام إلى تقبيل أركانها وجد المحبين خلنا إذا مرتشفنا ما أزمزمها رضوان من كوثر الجنات يسقينا أهلا بكم أيها الأحبة ولا زال حديثنا اليوم عن البيت الحرام عن فضله عن تاريخه ومعالمه مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد البديوي المريل الساد بكلية الشريعة بجامعة قطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومرحمة أبو ناصر وحيال الله ومشاهدين الكرام أهلا بكم ماشاء الله وقدمة جميلة جزاك الله خير على الكلمات كلام يعني فيه شوق للكعبة في روحاني نفهم من الكعبة الغراء يغرينا على اللقاء فما أحلى تلاقينا الله أكبر نحن بالأمس ما شاء الله ذكرت قصة مكة وبناء كعبة كانت قصة أيضا جميلة وشوقتنا لزيارة بيت الله الحرام الله يعطي الجميع إن شاء الله ووصلت إلى أين وصلنا تقريبا بعدما في الحقيقة الكلام عن تاريخ مكة وعن فضل مكة ومعالمها كلام يطول حق لا يكفيه لا حلقة ولا حلقتين ولا أكثر من ذلك يعني حتى فضائل مكة ما تكلمنا عنها يعني أشرنا إشارة وربما تأتينا وقت الطواف ووقت الحج يعني أن هذا البيت الصلاة فيه بمئة ألف صلاة لأن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة إلا المسجد الحرام فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة نعم شاء الله يعني عما سوى ونحن كنا تكلمنا عن من تعاقبوا على يعني السكنة في بيت الله الحرام وعلى سدانته وذكرنا جرهم كانوا مع إسماعيل عليه الصلاة والسلام والعمالقة وثم يعني بقيت جرهم هم الذين يستولون على البيت تقريبا لأنهم تناسبوا مع ذرية إسماعيل ثم جاء سيل العرم بخزاعة سيل العرم لما حصل في اليمن رحلت خزاعة من اليمن حتى استقرت في مكة فقالوا لهم بن جرهم وكانوا ذلك الوقت بن جرهم قد يعني يعني ظلموا وطغوا في الحرم وكان ينصحهم رجل منهم ويقول إن الله سيزيلكم إن لم تتوبوا إليه وكذا وكذا فجاءت خزاعة وسكنوا معهم فقالوا لكم ثلاثة أيام ثم تنتجعون يقولون جرهم فبقي خزاعة بعد ثلاثة أيام قالوا أصبروا علينا يوما آخر قالوا أبدا فصارت بينهم المعركة وانتصر بن خزاعة على بن جرهم وأخرجوه من الحرب بل قتلهم لم يبق منهم إلا القليل حتى إن أحدهم عم أظنه اسمه مضاد بن عمر الجرهم الأصغر انفلتت منه إبل فلما انفلتت رجعت الأوكارها في مكة لأنها متعودة على البيت الحرام فولم يدركها فلما أشرف على جبل من الجبال فإذا هي تنحر ينحرها بن خزاعة صار يتأوه ويقول كأن لم يكن بين الحجون الحجون إلى الصفاء أنيس ولم يسمر بمكة سامر بلا نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر إلى آخر قصيدة مشهورة الشاهد أن خزاعة هم الذين استولوا على الحرم إلى أن جاء قصي بن كلاب وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم الخامس أو الرابع النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناه ابن قصي فهو الخامس تقريبا قصي بن كلاب وكان اسمه قصي سمي قصيا اسمه زيد في الحقيقة لكن سمي قصيا لأن أمه أقصته إلى بني قضاعة هو وهو صغير رضيع مات أبوه وتزوجت أمه من رجل قضاعي فرحلت فشب الولد على أنه من بني قضاعة وأن أبوه فلان أظن اسمه رزح وصار بينه وبين بعض أولاد قضاعة كلام فقالوا اسكت فأنت لست منا فذهب إلى أمه متعجبا فقالت يا ابني إنك من سادة أبناء سادة إنك من جيران الحرم من بني إسماعيل فعند ذلك ذهب إلى مكة فلما جاء إلى مكة عرفه يعني عرف قدره قريش واجلوه وفقي هناك وكانت المفاتيح مع بني خزاعة وكان سيد ابني خزاعة لما توفي لما جاءته الوفاة في ذلك الوقت أراد أن يعطي المفاتيح ابنتها وليس له ولد فقالوا إن البنت يعني ضعيفة وكذا فأعطاها لزوجها رجل اسمه أبو غبشان فسار بينه وبين قصي يعني منادمة وسكر أبو غبشان فاشترى منه قصي المفاتيح مفاتيح الكعبة بزق من خبر يعني وعاء خمر فبعه فأخذ المفاتيح وأعطاها عبد الدار ولده لأن قصي له أربعة من الولد عبد مناف لقصي يعزى عبد وعبد الدار عبد العزى عبد وعبد الدار وعبد مناف وعبد العزى وأكبرهم عبد الدار فأعطاها ولده عبد الدار ليطير بها إلى قريش أنه قد رجعت لكم مفاتيح وأبيكم إسماعيل واستعدوا للحرب لأن هذا الرجل إذا آفاق خلاص سيشن حربا سوي شيء غلط ما إذا وفعلا شنوا حربا وصارت مقاتل عظيمة بين قريش وبين خزاعة إلى أن حجز بينهم حاجزون واحتكموا عند رجل اسمه معمر الليثي سمونه الشداخ لأنه شدخ يعني دماء بني خزاعة وقال أن البيعة تمت ورجعت المفاتيح إلى أهلها ولذية لقتلكم فسموه الشداخ وفقيت المفاتيح مع قصي هنا يعني برز نجم قصي رد المفاتيح إلى أهلها ثم بنا دار الندوة ولم تزل خزاعة أهل الحرم حتى أزاحهم قصي الخضم بزق خمر من أبي قبشاني رئيسهم ذي القبن والخسراني نال المفاتيح قسي وذمر أخاه من قضاعة حتى انتصر هو لما أخذ المفاتيح واستعد للحرب أرسل إلى أخيه من أمه من بني قضاعة أن يستنجد به فجاء ذاك في خيل كثيرة وعند ذلك هدأت الحرب الشاهد أنه أيضا قصي اتخذ دار الندوة واتخذ الندوة لا يخترع في غيرها أمر ولا تدرع جاريتنا ويعدر الغلام إلا بها بأمره يرام يقول هذه الدار صارت مجلس لقريش يجتمعون ولا يبت أمر إلا فيها بأمره هو صار سيد على قريش كافة ثم رأى بولده عبد الدار وهم خزنة البيت الآن بنو شيبة ولعله في مجال لا تكلم سأتكلم عنهم عبد الدار كان رآه قصي أنه فيه نقص عن إخوته الآخرين إخوته الآخرين عبد مناف وعبد العزة يعني فيهم السيادة فأراد أن يتحف عبد الدار بشيء يعني يكون سيدا مثله ولذلك قال حجابة سقاية رفادة لواء الندوة بالقلادة أتحف عبد الدار إذ رأاه دون مدى إخوته مداه هذه خمسة أشياء سماها قلادة كأنها يقول حجابة سقاية رفادة لواء هذا الرابع الندوة يعني دار الندوة خامس لواء الندوة بالقلادة يعني هذه سماها قلادة بالقلادة أتحف عبد الداري بهذه القلادة أتحف عبد الداري إذ رأاه دون مداي إخوته مداه لكن بن عبد مناف الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي فعبد مناف وأولاده أربعة هاشم وعبد شمس ونوفل والمطلب عبد مناف هاشم له نسب وعبد شمس نوفل والمطلب أربعة هؤلاء الأربعة جاء عليهم أولاد فقالوا لا يصح أن يستحوذ بنو عبد الدار بهذه الخمسة العشياء فقاموا عليه وسارت هناك كادت أن تحصل معركة بين أبناء العمومة فبنو عبد مناف حالفهم أربعة قبائل ساروا خمسة وحالفت وإذ بنو عبد مناف سادوا أخذ حلاه كلها أرادوا وحالفوا لأخذها بالقهر منهم بطونا من صميم فهري زهرة تيمن حارثا وأسدا خمسا على أمثالها كانت يدها زهرة وهم رهتوا سعد نبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأخوال النبي صلى الله عليه وسلم أمنا آمنة الزهرية وتيمن رهتوا أبي بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله حارثا رهتوا أبي عبيدة حارث بن فهر وأسد وهم رهتوا أمنا خديجة وزبير بالعوام وحاكم حزام أسد بن عبد العزة ابن عبد مناف فتحالفوا هؤلاء وحالفت أيضا عبد الدار أربعة قبائل وحالفت عبد الدار قبائل من فهرين الأخياري هو صيص مخزوم عدي وخرج محارب وعامر عن الهرج هي 12 قبيلة محارب وعامر عامر بن لؤي ومحارب بن فهر خرجوا عن الهرج وهم الذين سعوا في الصلح وهو صيص اللي هم بني جمح وبني سهم بني جمح اللي هم ابناء مضعون وكذلك أمية بن خلف صلوطان بن أمية وبني سهم اللي هو عبد الله عمر بن العاص وعدي رهط عمر بن الخطاب هو صيص مخزوم رهط خالد بن الوليد وهؤلاء المخزومين المشهورين فصاروا قبيلتين لأجل هذه الأمور التي هي شرف اللهم سدانة البيت وسقاية البيت كلها فيها تكلفة فيها دفع سقاية البيت وحجابة البيت حجابة البيت حجابة سقاية رفادة لواء طبعا اللواء هذا في المعركة الحجابة إيش يعني الحجابة؟ الحجابة هي السدانة السدانة هو الحجابة واحدة السدانة هي خدمة البيت تكون معهم المفاتيح تقصير البيت كسوة البيت العناية بالبيت كل ما يتعلق بالكعبة جميل هذا تسمى السدانة والسدانة الآن هي في بني شيبة لأنهم قال ثم بصلح أخذت سقايا رفادة ثم بصلح أخذت رفادة سقايا عبد مناف السادة يعني عبد مناف أخذوا ذنتين وهي السقايا والرفادة السقايا يسقون الحجيج والرفادة يخدمون الحجيج وبقيت السدانة واللواء والندوة مع بني عبد الدار ومن أهل اللواء تعرف مصاب بن عمير هذا من بني عبد الدار وقال له العبد الريب وعد نجلة طلحة ابن أبي طلحة عثمان يقال الحجبي ومثله ابن عمه عثمان شيبة وهو الحجبي الآن عندنا اثنين لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ودخل طلب المفتاح من عثمان وكان عثمان قد هاجر عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة كان هو العبد الريب في الجاهلية وليس في الجاهلية بعد الإسلام لكنهم ما أسلموا لما أراد النبي يدخل البيت في يوم الاثنين والخميس كانوا يفتحونه فكان عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة هو صاحب المفتاح كأنه أغلض على النبي وتكلم عليه أو أساء إليه والنبي كان ذاك الوقت قد نبئ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترى المفتاح هذا بيدي أضعه حيث شئت فقال إذن ذلت قريش مهانت فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عمرت وعزت ثم لما جاء الفتح طلب النبي المفتاح وعثمان كان قد هاجر وأسلم وبقي ابن عمه شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة فأخذ النبي المفتاح ودخل المكة ثم خرج وخطب خطبة مشهورة ثم طلب المفتاح بعض بني هاشم فسأل عن عثمان أين عثمان فجاء عثمان وعطاه لهم عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة وقال خذوها يا آل أبي طلحة خالدة تالدة لا ينزعها عنكم إلا ظالم خلاص المفتاح الآن عندهم مات عثمان وبقي شيبة ابن عمه فسار المفتاح معه إلى يومنا هذا بنه شيبة ويسمونه الآن الشيبي والآن الشيبي وأظن عندهم نظام أنه يكون الأكبر منهم هو الذي معه المفتاح وينتقل إلى من يليه في السن وهكذا هذا بالنسبة لما يتعلق بالتاريخ مختصرا بناء البيت حصل بناء البيت عدة أبنية من ضمنها بناء آدم كما ذكرنا وفيه كلام بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم بناء جرهم والعمالقة وهذا ذكره علي ابن أبي طالب وجرهم ذكره في قصيدة زهر بن أبي سلم وبناء قريش وذكرناه ثم بناء الزبير بالعوام لأن الزبير علم من خالته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لا هدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم فإنهم قصروا البناء وجعلوا الحجر ففعل ذلك الزبير عبد الله بن الزبير هدم الجدار الشمالي ثم ضم الحجرة إلى البيت وجعل له بابين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتصر الحجاج عليه كاتب عبد الملك بن مروان فقال ردها على ما كانت عليه يظنون أن الزبير أنه فعل شيئا من نفسه وهم عبد الله ثم علموا بعد ذلك أنه فعله بأمر أو بحديث من النبي صلى الله عليه وسلم في عهد العباسيين عهد المهدي ابن المنصور المهدي الذي هو أبو هارون الرشيد سأل الإمام مالك أن يعيدها على ما بناها ابن الزبير عبد الله بن الزبير فأبى عليه مالك وقال لا تكونوا لعبة في أيدي الحكام أو في أيدي الناس فمن ذلك اليوم ما تغير وضعها ولم تبنى هناك تجديدات ممكن لكن لم تبنى بناء بعد ذلك البناء إلا في عهد مراد الرابع العثماني سنة مئة سنة ألف وأربعين لهجرة هناك بنيت لأنها جاءها سيل وطم المكان وتهدم عدد من جدران البيت فصار هناك بناء استمر شهورا وصار فيه شيء من الهيبة وشيء من المعاني أهل التاريخ يذكرون أشياء مهيبة من يقرأها يشعر بهيبة البيت كيف كان تعامل الناس معه ثم بقيت إصلاحات وآخر ترميم حصل للبيت يعني ترميم يمكن نقول بناء أو ترميم ربما يكون ترميم أقرب وهو في عهد الخادم الحرامين الشريفين رحمة الله عليه الذي هو ملك فهد في سنة 1417 هذا آخر شيء أما التوسعات فكثيرة ومن التوسع الحالية الكبيرة جدا نعم نزاك الخير شيخ هذا بالنسبة لما يتعلق بالبيت بشكل مختصر بشكل مختصر الموضوع صراحة كبير وأنا في بالي أشياء فما بغيت أسأل إذا سألت يعني في عندنا أيضا الآن نقطة ثانية في حلقتنا له نتكلم عن ماء زمزم وفضل ماء زمزم تريد أن نذكر الحديث بداية اللي تشوف بسم الله الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه ذكر في حديثه الطويل عن قدومه إلى مكة وإسلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له متى كنت هاهنا قال قلت قد كنت هاهنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم قال فمن كان يطعمك قال قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع قال إنها مباركة إنها طعام طعم أخرجه مسلم مطولا زاد بعضه بإسناد مسلم إنها طعام طعم وشفاء سقم هذا الحديث سلمك الله حديث طويل مشهور في إسلام أبي در وحاولت أني أختصر منه وآخذ منه القدر الذي نريده وأن زمزم طعام طعم وشفاء سقم طعام طعم هذا ثابت في صحيح مسلم وبنفس الإسناد موجود فيه أبي داود الطيارس وغيره هو الشفاء السقم معناه أن هذه الزيادة الشفاء السقم زيادة صحيحة يعني زمزم هي لها تاريخ مع مكة يعني من ضمن التاريخ الذي ذكرناه ينبغي يعني يقولون بأن جرهم لما بغت في الحرم قبل أن تخرجها قزاعة غار ماء زمزم لأنهم كانوا يسرقون الهدايا التي تأتي لمكة فقام سيد من ساداتهم مضاد بن عمر الجرهمي وأخذ غزالان في الحرم أهدية الحرم من ذهب وسلاح وردمها في بئر زمزم ودفنها ومسح عليها بحيث لا يهتدي إليها أحد يعني من خزاعة لما انتصروا فلما انتصرت خزاعة لم يجدوا زمزم ولم يجدوا أثرا لها وبقيت مغمورة لا يعرف عنها أحد إلا في عهد عبد المطلب وهو حفيد قصي أو حفيد ابنه رأى رؤية وهذا يجرنا إلى مسألة أي شيء اللي عندنا السؤال السؤال الاستفتاء خلنا أقول لك الرؤية أو نشوف السؤال نشوف السؤال بالأمس كان سؤالنا عبر حسابنا في تلفزيون حساب تلفزيون قطر في تويتر وماشاء الله كان يعني تفاعل الجمهور تفاعل كبير عزاكم الله خير على تفاعلكم بره والمضنونة من أسماء الكعبة أم زمزم اللي اختاروا الكعبة 28% و 72% زمزم بره والمضنونة هذان اسماني من أسماء زمزم آه بره وقد ورد فيها يعني هناك أسماء كثيرة لزمزم يعني أوصلها بعضهم فوق الخمسين اسم لكن من أسمائها المشهورة بره والمضنونة بره والمضنونة وقد وردت هذه في رواية تذكر عن عبد المطلب أنه كان نائما فجاء أتاه آت وقال احفر بره قال وما بره فذهب عنه ثم أتاه آت مرة أخرى وقال احفر المضنونة فقال وما مضنونة ما المضنونة ثم ذهب عنه ثم جاءه في المرة الثالثة وقال احفر زمزم عند نقرة الغراب الأعصم بين الفرث والدم عند قرية النمل ولذلك يقول البدوي ودل شيبة عليها بالدم والفرث والنمل ونقر الأعصم وغار زمزم لبغي جرهم وخبأوا فيها هدايا الحرم ودل شيبة عليها بالدم والفرث والنمل ونقر الأعصم ذهب شيبة اللي عبد المطلب يسمى شيبة فلما جاء إلى الصحن أو المكان القريب من البيت فوجد قرية النمل ووجد الغراب الأعصم ولم يجد الفرث ولا الدم فبينما هو واقف متعجبا فإذا ناس يطردون بقرة فأدركوها عند المكان ونحروها فتحققت رؤيا فلما ذهبوا صار يحفر وقريش تهزأوا به واستستغربوا منه وهو يحفر حتى وصل إلى طوي البئر البئر لها طوي يعني لها أثر وهو جوانب فلما رأوا أنه أدرك طوي البئر عرفوا وجاءوا يخاصمونه ويقولون له يعني لا يمكن أن تستحوذ عليها دوننا وهذه بئر وبينا إسماعيل وكذا وكذا وقال إن الله خصني بها ثم ونذر ذلك الوقت لأنه لم يكن معه إلا ولده الحارث نذر إن أعطاه الله عشرة من الولد لينحرن عشرهم وهو عبد الله كان آخرهم عبد الله أبو النبي عليه الصلاة والسلام والقصة مشهورة ولا أدني المشكلة ما عندنا هو وقت إلا كان بقول لك بعد الأبيات التي صارت فيها على كل حال وشيبته إذ بئر زمزم حفر أهمت بمنعه قريش فنذر إن جاءه من البنين عشرة يحمونه من البغات الفجرة لينحرن إلى آخر كلام قرة الأبصار في سيرة المشرفع المهتر الشاهد أنه حفر البئر وبعد ذلك قريش أعطته السقاية لأنه صارت قرعة بينهم وقيل أنهم تحاكموا يعني هناك روايات فالمهم أن سهمه فلجة على سهم بقية قريش فجعلوا السقاية فيه فبقيت السقاية فيه أصلا بني عبد المطلب لأنها في بني هاشم أو في بني عبد مناف بالنسبة لزمزم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال طعام طعم وشفاء السق يعني كونها طعام يعني بعض الأبحاث أنا قرأت بعض الأبحاث المعاصرة التي تثبت أنها يعني فيها بعض المواد التي يمكن أن تكون أن تكفي عن الطعام لكن لا أدري ما المدة هنا أبو ذر قال جلس ثلاثين يوما لكنه قال سمنتو يعني حتى عكا بطنه سمنت وقد ثبت عن أناس كثيرين ذكروا وهذا يعني شبه تواتر أن كثيرا من الناس كانوا يستكفون بزمزم عن الطعام والشرب آخرهم ما ذكره صاحب كتاب فضل زمزم اسمه يذكر عن شيخ لنا من مشايخنا اسمه سعيد الطنطاوي أخو علي الطنطاوي الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليهما أنه في رمضان جلس عشرة أيام في العشرة الأواخر معتكفا لا يذوق إلا زمزم وأنه لم يحتاج إلى طعام هذا معنى طعام وطعم والشفاء سقم أيضا يستشفون بها كان الإمام محمد يستشفي بها بماء زمزم يغسل وجهه ويقوله ولده لأيته أبي يستشفي بها وكثير من الناس يستشفون بها ووجدوا فيها شفاء من كثير من الأمراض ولعله يحتاج إلى إيمان ويقين مع الاستشفاء والدعاء وهناك حديث ماء زمزم لما شرب له هذا الحديث طبعا فيه خلاف بين أهل العلم في صحته منهم من يحسنه ومنهم من يضعفه نحن معنا مشهد معنا مشهد في هذا المجال مجال الاستشفاء لكن نأخذ إن شاء الله بعد هذا الفاصل ثم نرجع إليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أيها الأحبة والآن بدأ الحديث الشيخ عن ماء زمزم وعندنا موضوع الاستشفاء من ماء زمزم هناك حوار يدور بين الشباب وعندهم طبعا دائما فيه خلاف وفيه مشكلة والشيخ إن شاء الله يحلل المشكلة فخلينا نشوف إيش الحوار الدار وإيش الأراء اللي ذكروها من خلال هذه الفقرة يا مرحبا يا مرحبا يا الله من يال الله يحييك دورت يا أبو عبد الرحمن الله يسلمك يا مرحبا نور نورك أبرك السعاد اللي شفناك الله يبارك فيك أنت اللي الله حيه يا من العمرة ما شاء الله الله يتقبل طاعتكم عدها إن شاء الله دعيت لنا أوه شو مدعد أنتوا يباقي رب الناس لي دعيت لكم واحد واحد وإن بالذات دعوة من القلب طالع ما شاء الله عليك زيني إزاك الله خير عطمننا يا أبو محمد شو اللي مور هناك مع وضاع الكورونا مع كورونا الإجراءات والإحترازات شو اللي مور طمننا أنا في البداية كنت خايف حقب يا على الجو يا على الجو شو أقول لك أجواء روحنية خشوع تأخذ راحتك كل أحد يقرب صوبك تشوف الكعبة من قريب بالله الجواء من أحلى ما يمكن بالله ما شاء الله زين زين يا أبو محمد أقول آية شنا ما يزمزم تبيني ما شاء الله عطنا عطني يا أبو محمد خلق أتضلع عشان ما أصير منافق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ما يزمزم شوف هو مستحب يعني أن ما تضلع ترى ما راح تصير منافق وبعدين الشغلة الثانية يا الله يسلمك العودة حق علي أخوي عنده ابنيتها مسكينة كلها تصيح ومضايقة وتتألم تعبوا إياها فقلت خلناه يبلى ما يزمزم فرش عودة على أساس أنه سبحان الله الله يطلح يعني الشفاء والبركة ما تشوف شر السلام عليكم ورحمة الله أحكي مسحة هلا هلا الحمد لله على السلام الله يسلمك ما تشوف شر ما تشوف شر شر متوصل الله يعطيك العادم أتوني والله واصل الحمد لله على السلام الله يسلمك أسبس ما تعبت والأمور زين الحمد لله بيشرك سهلا طمنا شون بنيتنا والله الحمد لله رب العالمين هذا هيك الله يرحمها برحمته إن شاء الله مسكينة ما خليت من دختر لي دختر وعدين وديك كل دختر يعطيها شنطورة والحمد لله رب العالمين بعضهم يعني قال لي وديها المطوع يقرع عليها وهذا حنا إن شاء الله نطلب الله سبحانه وتعالى لنا يعني يرحمها برحمته يا رب العالمين إن شاء الله ما عليها الله يشفيه بس يا شباب ترى أنا أقول لكم شي يعني صراحة شي ما أدري يعني شون أقوله بس صراحة لازم أقوله صحيح يا شباب أنه يعني ما يزمزم من أرض مباركة وماء مبارك لكن صراحة الناس مبالغين فيه شون بعد الناس مبالغين فيه الله يسلمك عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ماء وزمزم لما شرب له نعم صحيح لكن أحيانا الناس يحطون على الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث وأقوال وهي أصلا ما وردت وحتى الحديث هذا ماء وزمزم لما شرب له حديث صراحة ضعيف لا ما أقول الله يجب وحتى الناس الله يسلمك اللي خذوا ماء وزمزم وشربوا ماء وزمزم ما تحققت أمانيهم لا حوله ولا قوة الله بالله بس هذا يعني دايما يعني الحمد لله من سنين طويلة ومن ماشاء الله ويعني ونشرب منه لكن شكل ما قلت أنت يعني المفروض مشايخ ورجال الدين بعضهم يقول لك صحيح وبعضهم ضعيف يعني الأحاديث هذه لكن نحن الحمد لله ما شئنا على رحمة الله سبحانه وتعالى وبعدين الناس يا أخوي هذي كلها تشكك لا حوله ولا قوة إلا بالله ولكن ما تدري شى تقول الناس كلها تيبن عندها كلامه وكلها وشذاك الله يرحمنا برحمته والله الحمد لله الحمد لله تعليقك شيخ على الحوار اللي دار في هذا المشهد أولا هذا المشهد فيه شخص جايب زمزم معه وهذا نقل زمزم العلماء يستحبونهم يقولون الفقهاء يستحب أن الواحد يتزود معهم من ماء زمزم لأنهم كما ذكر يستشفى به وفيه البركة إن شاء الله هنا قال أحدهم أن الناس يبالغون هو يمكن يستغل بعض الأحاديث بعض الناس أهل التجارة ويسير يقول هذا الزمزم مقري فيه وبسعره الشيء فلاني يعني اتخاذه بهذه الطريقة شيء في الحقيقة مزعج ولعله لا يصح لكن كون ما زمزم فيه الشفاء هذا موجود نبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث الصحيح طعام طعم وفي الرواية الثانية وهي رواية صحية والشفاء سقم وأيضا حديث زمزم لما شرب له يعني من أهل العلم من يصحح وإن كان هناك من يطعن فيه يعني هو دائر بين أن يكون موقوفا على صحابي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يعني صححه جماعة من العلماء منهم من فعل ما تضمنه منهم عبد الله بن مبارك وكان إماما من اللعمة فإنه شرب زمزم هم يقولون أن من شرب زمزم إن شربه لطعام أطعمه الله وإن شربه لشفاء شفاه الله طبعا مع اليقين ومع الإيمان ومع التوجه إلى رب العالمين وإن شربه لأمنية حققها الله ولذلك يقولون عبد الله بن مبارك لما شرب زمزم قال اللهم أني أشربها لعطش يوم القيامة فهو يشرب زمزم يعني يتحصن أو الله سبحانه وتعالى يوفقه لأن يأمن من عطش يوم القيامة وهناك من العلماء يعني مثلا الحاكم نيسابوري يقولون انشربها لأجل حسن التصنيف وأنه أصبح حسن التصنيف من المصنفين يعني المصنفين معنى المؤلفين الذين حسنوا تأليفهم وهكذا يعني هناك ورد كثير من أخبار العلماء ممن شربوها لغاية معينة أو لأمنية معينة وحققها الله سبحانه وتعالى منهم ابن القيم ومنهم الذهبي ومنهم ابن حجر العقصالاني المشهور يقول شربتها لأنال رتبة الذهبي في الحفظ فيقول أنه تفوق على الذهبي في الحفظ يعني تتمنى أمنية قبل ما تشرب الماء هو من السنة عند شرب الماء أن تستقبل الكعبة هذا أولا هل تقف أو لا تقف هذا فيه خلاف بين العلماء لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه شرب واقفا أو علي شرب واقفا تستقبل القبلة هم تدعو الله سبحانه وتعالى دعا ابن عباس اللهم مني أسألك علما نافعا وإسارة منه العلماء الكبار وتتضلع منه هذا من السنة وليس طبعا قوله علامة يعني هذا الحديث أيضا فيه أخذ وعطى بين الفقهاء أنه الذين لا يتضلعون أن هذه علامة المنافقين علامة ما بيننا وبين المنافقين التضلع فإنه إن صح هذا فمعناه أن المنافق أو الشخص الذي ليس فيه الإيمان أو لا يحب الدين سيكره زمزم لأنها ليست ليس طعمها مستساغة نوعا ما ليست مثل بعض المياه الأخرى وبالتالي لن يتضلع فكأنها علامة على من لا لم يدخل بشاشة الإيمان قلبه وهم المنافقون وبالتالي ليس معناه أنك لا بد أن تتضلع لكن يستحب لك تضلع فالفقهاء استحبوا التضلع استحبوا الشرب قائما استحبوا النظر إلى الكعبة وأنت تشرب يعني تستقبل الكعبة وأنت تدعو وأنت تمنى على الله سبحانه وتعالى وأيضا قالوا بجواز نقلها معك في السفر وأنت راجع وقد تزودها كثير من العلماء بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلبها من سهيل بن عمر فإن كان لح هذه الكلام أيضا لكن مجموعة كلها يؤدي إلى ما ذكره العلماء بعض الأسئلة اللي بدنا يعني من خلالها يعني نستفهم أو بثما تقول نتعرف على بعض الأمور الخاصة بماء زمزم هنا السؤال يقول السدانة هي الرفادة الحجابة السدانة هي الحجابة 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 هي أهل المفتاح الحجبي يقول فلان الحجبي والسدانة نفس الشيء سدانة البيت هي خدمة البيت خدمة البيت سدانة البيت كانت ولا زالت في بني هاشم أم شيبة ذكرناها قبل قليل والصراع الذي حصل وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لبني شيبة أو لبني أبي طلحة وقال خذوها يا آل أبي طلحة طبعا بنوا شيبة هم من آل أبي طلحة الذي اكتشف بئر زمزم بعد طمسها من قريش هو قصيد مكلاب أم عبد المطلب عبد المطلب ذكرت القصة نعم ذل شيبته الذي هو عبد المطلب نعم هل يجوز نقل ماء زمزم وتتزود به يجوز لا يجوز قبل الشيء بعد ما قالوا أنه يجوز هل يجوز الوضوء بماء زمزم هل يجوز أم لا يجوز هذه مسألة التطهر بماء زمزم طبعا هم متفقون على أن ماء زمزم لا يستعمل في شيء مهان يعني شيء يكون فيه أهانة لكن هل الوضوء يجوز بماء زمزم الوضوء يجوز بماء زمزم لا شك النبي صلى الله عليه وسلم توضى به وكذلك الغسر لكن اختلفوا في الاستنجاء أو في إزالة الخبث به فمنعه بعضهم وأجازه بعضهم نعم أيضا عندنا السؤال يوم غد يعني السؤال رح نسأل إن شاء الله رح يطرح هذا السؤال عبر حسابنا في تويتر حساب تبزين قطر في تويتر والسؤال يقول من مناسك الحج رمي الجمرات امتثالا لأمر الله وتشبها بإبراهيم عليه السلام حين عرض له الشيطان عند الجمرات الثلاث فهل هذا الرمي رمي حقيقي للشيطان ولا رمي معنوي للشيطان يعني هذا أو كلاهما هذا السؤال هذا استفتاء يعني نحن نعلم أن هناك رمي للجمر فهل هذا الرمي هل هو الشيطان مثلا يربط هناك يعني هل الله سبحانه وتعالى يلحق به الأذى حقيقة أو جسديا في هذه الجمال الثلاث أو أنه مجرد يعني معنا من المعاني هو امتثال لأمر الله لا شك واتباعا لإبراهيم لكن وابن عباس يقول الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون لكن هل يقصد الشيطان أنه هناك كما يفهم العامة لأن كثير من العامة يقولون أن الشيطان موجود هنا حتى لما يجون يقول وين الشيطان يسأله ويرجب يقول الشيطان وين وأنت تأشر له صحيح فهل الشيطان فعلا موجود هناك أو أنه إغاظة للشيطان إغاظة معنوية أو رجم له بشكل معنوي مجازي نزاك الله خير فيه سؤال أنا جيف اللي هو محتمل ترى لكن عم نشوف الناس اللي بعد التصويت اللي يشيون إن شاء الله فعليكم إن شاء الله الدخول إلى حساب تويتر لسيطان غطر ثم الإجابة التي ترونها هي الصحيحة وتتكلم عن عن موضوع اللي هو يعني مكة والكعبة وتشريف أنهم مثلا يكونون في خدمة الكعبة يعني هلما كانوا على دين إبراهيم عليه السلام نعرف كانوا مشركين توصلنا إلى كانوا مشركين أحسنت فكيف يعظمون هذا البيت أحسنت كان الناس على دين إبراهيم منذ أن بني البيت إلى أن جاءت خزاعة وكانوا على دين إبراهيم خرج من خزاعة رجل اسمه عمر بن لحي كان رئيسا فيه فوجد أصنام في الشام فجلبها معهم فساروا يعبدون الأصنام فكان هو أول من بدل دين إبراهيم لذلك يقول نعرف سلام رأيت عمر بن لحي بن خزاعة رأيت عمر بن لحي يجر قصبه في النار لأنه أول من بدل دين إبراهيم وبقي على دين إبراهيم وناس منهم زيد بن عمر بن نفيل الذي هو أبو سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة وعم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبقي أيضا وراقة بن نوفل كما تعلم صحيح كان على دين إبراهيم أو على النصرانية يعني لعله آه هو كان على النصرانية لأنه أراد أن يذهب يبحث عن دين غير دين أهل مكة لأنه رأى أنهم يعبدون الأصنام ورأى أن هذا الدين غير صحيح وهناك مجموعة منهم زيد كما ذكرت ولا يحضرني الآخرين لكن هناك مجموعة من الناس كانوا على دين إبراهيم بقوا على دين إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم هو على دين إبراهيم قبل النبوة فإنه لم يكن يتقرب للأصنام وكان يتعبد في غار حراء والذي عليه كثير من العلم أنه كان يتعبد وأنه كان على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني هم مكتبعون مشركين مشركين يعبدون الأصنام لأنهم كلهم اتبعوا عمر بن لحي وسار تعودوا على هذا وأنشأوا كثير من الأمور السيئة لكن بقي عندهم يعني مثلا عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم بقي عنده شيء وبقي عند كثير منه شيء من تعظيم البيت هذا من أمور إبراهيم عليه الصلاة والسلام زمزم طبعا عبد المطلب نحن لم يذكرنا تكملة قصته إذا كان عندنا مجال وكان ما في مشكلة إن شاء الله يعني لما فدى في النهاية أنه فدى ابنه عبد الله بمئة من الإبل بعد أن ضرب عليها السهم فصارت هذه المئة أنا ودي هالقصة بكرا نقولها يعني صراحة شوقنا نسمع القصة هذه فبكرا ببداية الحلقة راح نتكلم عن القصة هذه ثم ندخل في موضوعنا نشكر لفضل الشيخ الدكتور سعيد بديو المري على ما قدم وغدا لنا لقاء بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر